أقول لـ الجماعة Brunounes الجماعة يا رجل أي، الكاب بخدق القب قائلا جميلة أنا انت من نوع إيش fullest حياتي كل هذا حياتنا كنت الأهواء بعيدكفي أهواء 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 على الكراسي الخرزان على الرصيف على الرصيف وفي الشارع وبتاع اه انت يسامح اه اه ايه 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 مش مش هاوي ولا ايه ملأ ده نجيب محفوظ كان كده لأ طبعا طبعا يعني وده بقى كتير ده بول سارتر كان كده مش عارف ده بقى كتير كان يبقى بعضه ياخده من تفاصيل اللي بيشوفوها في الشارع طبعا ويكتبوا روايات ويكتبوا تفاصيل الشارع وتفاصيل الناس وتعبيرات وش الناس ومين زعلان ومين فرحان ومين لابس ايه ومين بيقول ايه ده مفهوم بس دول غزماء وقدباء الناس العادية بقى لزينا لا 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 سوالي دي تطلب ليه مو استاذ سامح مش غزماء وقدباء فقراسي فقراسي حبيب مقال توليه كاستين بتكرهوا القهوة يعني القهوة بالنسبة لكم هي تضيئ وقت تضيئ وقت بتسيبونا كل يوم اربع ساعات وتنزلوا من الساعة تمانية تسعة بالليل ترجعوا ساعة اتناشر بالليل تصرفوا فلوس وتعودوا قاعدة ملاشا ايه تلاتين لازمة لا مش اتناشر ومال ايه اتنين ساعة اتنين تلاتة كده لا يعني انت لو عندك شغل بدري او مو بص بنوع وشك ازعين طبع سعيد جدا طب ليه ما بتعودوش مثلا معنا الكافي يعني ما هو ايه ننزل كلنا مع بعض لا يعني لو احنا قعدنا معاكم على كافي ايه الفرق ما بينه ما بين البيت تغيير جادوش ايه لا بعدين انا هقول لكم انتو ليه بصن لنا لا هنتكلم على ايه احنا ليه بصن لنا في الحاجة الحلوة اللي احنا بيحبا عشان بتنزلوه كل يوم لا طب ما حاجة حلوة طب ما انا بخلي بالي من البيت كل يوم ايه 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 بس انت قلت كتن لا بيبقى بيبقى دماغه طول طب وهي تهرب من المشاكل كل يوم بالليل عشان تهرب من المشاكل وتسيبوا البيت يخبط يقلبوا العين واحدهم انت هربانا على القاعة وهي هربانا مع اسحابها على الكافي ايه حبيبتي بس انتو هتروحوا لا مش حال انتو هتروحوا وتتكلمون في مشاكل وهتبعوا محملين بضغاء ومحملين لفربول نتفرج على ذلك من قولنا کہنا نتكلم عنكم نوعد مهاز نلعب الطاولة نلعب انتو ليكو في الطاولةお願いします اه اه طبعا وطبعا يعني ما عايزين طاولة للمرة الجاية احساب انا عايز فهم حاجة ahihi بقول لا ايه سوف انتو ليه بتتخيلوا ان احنا لما بنقعد في مكان بنتكلم عليكو انتو على مشاكلنا معاكو يعني ليه متخيلين ان الحياة بتتمح ور ايه ان تعريس به عن الحكاياتكو لك على فتحنا بنتكلم في الفاشل، بنتكلم في الشَنط، بنتكلم في الخرجات، بنتكلم في صاحبتنا، شتّرت إيه، inanُنمُّا عَى الستات التانية، وده حاجات مُعمة جidades، مش بس الرجل؟ حسناً بكو نأشترى لصاحبتنا إيه، مش صاحبتناً اشتّرت إيه، لا لا لا! يعني إنتُ وإعاداتكم؟ يعني إنتُ وأعدادَكو أروى و وألطف من أعداتنا؟ لا، إنتُ طبعاً لاغ ينا عنكم، ع Garage ت천 ‑‑ لا لا، مهم يلاغينا عنا ده عزة، أنت أعدادك وأنت بتصنفها إزاي؟ إيه المواضيع اللي بتتكلمه سينا؟ لا، بصي يا شيري، بصي، القهوة بالنسبة للراجل بجد، ده عالم وحياة. يعني، يعني، يعني بحس إن إحنا أنا لما بقعد على قهوة، وقهوة بلدي، مش القهوة الكافية، اللي هي معظمه ستات والحاجات دي، لا، القهوة البلدي اللي بتبقى في الشارع، بتبقى فيه أحداث انتشايفة. يعني، إحساسك إيه وإنت عاد في الشارع كده؟ لا، أكيد، إحساس حيوة. ده إحساس جميل جدا، إنت بشوف أحداث كل يوم، مش غصير فيه ومكاركتر. بس تخوني بالك، إحنا كافيهاتنا برضو بقت في الشارع. برضو على الأرصفة كده، بقى فيه كافيهات تأوبن آير في الشارع. بس حتى الكورسي اللي بتعود عليه ده كورسي غير مريح. لا، ده حلو جدا. خرزان. ده تتعود بالأربع ساعات رجيك ومتقررمش. تقوم عملك كده وتعود كده، وبعدين تقوم بش. ما مجيلكش وجع في ظهرك لنبالة بتاعم الأعب؟ لا، ماحنا نقوم الوقت قاعدين يا إما في الشغل على حاجات زي دي، يا إما في البيت قاعدين برضو كنب. ده بازم تروح القهوة من وإنت سنك كم سنة؟ بس، أنا في أيام شبرة دي. بسي بنور زي هو بالكلام. بخير، بخير، بخير. أقول لك على حاجة الزكريات رائعة والزميلي اللي كانوا بيعودوا معي، وبعدين بنتعرف على ناس جديدة. والصحاب القهوة والناس اللي بيبقوا على النصبة والناس اللي دول بقوا صحابنا خلاص. طب، بتدوم صدقة القهوة؟ يعني أنا عرفت، أنت عرفت أصدقاء من على القهوة أو في المنطقة بتاعتك القهوة اللي بتعودوا فيها، الصداقة دي بتدوم؟ بتفضلوا أصدقاء طول العمر يعني؟ طبعا، بنشتاق لده، بقولك لما كنت في صبرة، حياتي؟ حياتي؟ يعني من أيام مثلا السنوية، أولى جامعة، آه، في البدايات دي، بعد كده لما تخرجت وبقى إيه مساعد مخرج أو لسه بمثل حاجات بسيطة وكده في المسارح، فكنا بنتجمع في قهوة فرمسيس، كنا بنتجمع من بالليل للصبح، وبنبقى عادين، مثلا فلان خلص المسرحية بتاعت اللي شغال فيها، آه، من مسارح مختلفة؟ ونقعد بقى إيه نشوف إيه اللي حصل بتاعه، وندحكوا، وقهوة فرمسيس تساوي، ده العالم بجد، ده العالم بجد، لأنه جمب محطة مصر، صح، صح، يعني، ونجوم كتير كانوا بيقعدوا معنا، طب خلينا بقى إيه إيجابيين كده، وبرودكتف في اللي حقوله، وإيه؟ برودكتف، يعني إيه برودكتف؟ يعني، يعني منتجين في العادة، نطلع، أنا بحب المنتجين كده، آه، بتحب المنتجين، آه، بتحب المنتجين، نطلع بإيه؟ بمحصلة أو بحل، دلوقتي أنت من كلامك ده، ويعني إيه سعديني يا شريف اللي أنا هقوله ده، مش هحببتي، مش هحببتي، مش هحورتك، أنا هقوله عقلة جدا، من اللي أنت بتقوله ده، إن القهوة، أو علاقة الراجل بالقهوة، علاقة لن تنتهي مهما عملت السيد، دي فكرة، القهوة دي فكرة، هي زي الطاقة لا تنضب، ولا أبكار لا تنضب، أه، زي استعقاء، أيوة بالضبط، يعني مش هتنتهي، وحيفضل الراجل مرتبط بالقهوة، وعايز يروح للقهوة، ولو الست وفت في طريقه، هيعمل ده مشكل بينه وبينها كتير، أوكي؟ طيب، دلوقتي، خلينا نمسك العصايم النص، ما هو برضو أنت، وانسك جوزت وبقت راجل، وعندك بيت وأولاد، وحياة، ما ينفعش أن أنت قاعدتك على القهوة، تبقى كل يوم من الساعة تمانية بالليل، الساعة من الصبح، لازم يبقى فيه توازن، فالست، أوكي، ممكن توافق، أو ممكن تبقى مش متضايقة خالص، أن الجوزة ينزل قهوة، يومين في الأسبوع، ويقول لها دول اليومين، مثلا، بتقول قهوة، المقدسين اللي مش هتنازل عنه، بس في المقابل، إنه الخمس يام التانيين، هو قاعد بيقضي وقت معاها، ومع العيلة، ومع الولاد، هل ده حل يوافق عليه الراجل؟ بص، أقول لك على حاجة، يعني، مبدئيا، مفيش حاجة اسمها مبيني ومبيني مراتي، إن ده شيء مقدس، أنا، أنت ما تلمسوش، ولا أنا ألمسوه، لا، فيه، هتغوض يعني، آه، فيه، آه، 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 تقول لي، إن احنا نوعد من، 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 من الساعة تمانية مثلا، أو الساعة سبعة، أو بعد الشلجة، وقت متأخر، لأن كل حاجة يجب فيها توازن، صح، لكن في نفس الوقت، ما تحددنيش، اللي هو، إنت ليك يومين في الإسبوع، أو ليك يوم في الإسبوع، أو ليك، دعا ليك تحد منهم، توكتب، يا رب، خلي الموضوع، فيه سنس مبيني، ومبيني، آه، إنت بروح كم يوم في الإسبوع، يا سامح لا، لا يعني ممكن ما بروحش مثلا يومين في الاسبوع اه بتروح خمس ايام اه اه بس ده كان من فترة مش دلوقتي يعني دلوقتي انا نفسك في القهو علشان اجيب كل زرين عندي طب انت هتنزل تقضى القهو خلاص يعني انت ما بقيتش خاف من الكورونا وبعد ما الدنيا الحمدل اللي عادت لطبيعتها بالنسبة كبيرة جدا انت هتنزل تقضى القهو عادي مش قلقان اه مش خير لا مش قلقان لان احنا المفروض المحاذير اللي تقالت هتنا meditate طبعه تعد على القهو بالكماما انا هتقدر لابس الكماما وتعد على القهوة اه اما المشكلة هتعمل كده تشير الكماما وتشرب القهوة تب انت بتشرب ايو وانت عاد على القهوة تشرب ايه قهوة وشاي بس بس ل هشوفات لذيذة عملة بتشرب شاي بحليب لا لا لاamb le كافهات حلبة حصن طب طر disponible القهوة والشاي في القهوة وأقولك على حاجة والشاي كشر مش شاي فتلة ووا الحاجات دي لا لازم بقى كجر ينتعي ده او مغلي بقى يتلقم كده طب ما فيه حلبة فيه فئتين ينسون كركدين نعناع كركدين لمون لمون عصيرهم لا ما بيعملوش على القهوة الحاجات اللي صوفيستيكاتي ده احنا لما بنشرب قهوة زيادة بليبقى ايه ده لعدة طب قولي مصطلحات القهوة اللي احنا منعراها اه يلا بقى الشيش بيش واللعب لا دي دي اللعب ده ده الطاولة الشيش بيش ده حليم يعني حتى لو هنقعد نضحك على نفسنا. ايف حد بسمعوا نقطة حد بسمحها بتاع؟ وما بنحكيش مشاكل. يعني لو انت بعد الشر يعني عندك ما بنحكيش مشاكل. أصدق بسبوع قدر. أصدق مش هعرفة ليه بيعمل لنا كده؟ أصدق ايه؟ ايوه انت بتقودوا بتحكو مشاكل. أوه احنا بصراحة بنحكي. احنا بنفضل مشاكل. لا بس انا وشاري لا انا وشاري مش دي مش شخصياتنا. فيه ستات منحكيش كل حاجة. لا وطب احنا ستات على فكرة وصفة عامة احنا مش صفة ستاتات. بس خلق لك اصلا احنا لو ما حكيش المشاكل. ازاي مثلا واحدة زي دي عندها خبرة في حاجة فانا عرفها فحل مشكلتي. ما احنا لازم نتبادل. بدون تفاصيل. المعلومات. بدون تفاصيل. يعني احنا مثلا واحنا عادين على هوا. لو لقوني متضايق وبتاع ايه متضايق. علشان مشاكل بس ايه الاولاد مدايقاني. وفاللقصادي هيعرف ان الاولاد. يعني المدام. يعني انتوا ما بتقولوش مثلا ما بتخانق شوية مع درتي او شاديين مع بعض. لا لا لا. ومنوعها من طب طب على بعض. ما عليش يعني. مداشوا في البيت. علشان دايما يقولوا جملة البيت. البيت دي يعني المدام. الجماعة. اه لا يقولوا البيت. بس شوية مشاكل في البيت. ايه بس احنا جماعة برضو. لا يا شري احنا برضو ممدانوطش. يعني إننا لو قاعدة مع شلة من أصحابي اللي هم مش الأنتيم والقريبين جدًا مش هتحكي طبعا مش هحكي حاجة هنتكلم على الحاجات اللي تهمينا ممكن نهزر ممكن ننم شوية ممكن نتكلم على الخروجات الجديدة الحاجات اللي رجالا بتشوفها تفها دي ماشي لكن مش بالضرور نحن نتكلم على him لا احنا متش Langitley لا يمكن نتفه من اهتمامات بعض مش انت اللي بتقول يعني معظم الستات عندهم فضول فممكن تبقي انت قادة متحفزة مش عايزة تحكي على حاجة بس واحدة تقوم منك شاكب ايه بسؤال انا مكنت شاكب ايه انا مكنت شاكب ايه والله ايه ايه يا سنح ده يا سنح لا وعاد ايه سمعنا بنتكلم وران ودن لا 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 ما اصداد الحظ اصداد الحظ دولتي حالا انا اول ما بلبس اللي بتاعي مسمعش حال اوكي انت وصحابك الفنانين نويين اتفقتوا بعد ما لدنيا راجعت لطبيعتها حصل اتصال ما بينك وخلاص اتفقتوا على القهوة الجاية بشكل شخصي لا انا ما بقيتش ايه اعود زي ما اقولك بقالي فترة ما بقيتش اعود على القهوة وان كنت بحن لها انا ما بحبش الكافيات يعني القهوة بتاعت الكافيات والحاجة دي حتى انا عندي مكتب اللي عايز يقبني ايه يجيلي في المكتب الكافيات ما بحبش الجواها لاني متربي على القهوة بحب القهوة فبتخنق من الكافيات بتخنق من الازاز لا بحب بقعد في الشارع في الشارع اه منك للناس كده وباخد منهم على فكرة باخد منهم تفاصيل طبعا باخد منهم اللبس عمل ازاي باخد منهم طريقة الكلابة طبعا بيفيد في شغلنا احنا كمان شخصيا طب انت لو بتنسح الشباب اللي بيعودوا على القهوة تدين كده كم ناصحة باعتبرك يعني بقالك سنين كتير بتعود على القهوة اولا لازم يحترموا اداب الطريقة جدا يعني ما ينفعش نحط الترابيزة او الكراسي في الشارع مرة في الشارع ثانيا لازم نلتزم جدا ولازم يبقى عندنا يعني ايه ما نبصش على حد بالذات اوه يعني ما يبقاش قاعدين عملين نبص على البنات او الستات اللي ماشي طبعا لا خلينا فحنا وما نقزيش الاخرين ده مهم جدا جدا وبقول كمان الاصحاب الاهوي دلوقتي او الكافيهات يعني عايزين نحافظ على المسافات عايزين نحافظ على المحاذير عايزين لان ايه عايزين الدنيا بقى تمشي ما نرجعش الور ونرجع ناسي كل حاجتين ما يبقاش اوه اللي هو شفته احنا فتحنا وانتو ملتزمتوش فحنيفة فاللازم يبقى عندنا الصخخة طبعا انتو بتفعب فالطول او بتجمع الشوكه سببت في اخر الاسبوع او اخر الشهر لا لو ما عايش فلوس اي حد من مالا ريشين ممكن تنستطيع ال труب ما انتو معكش فلوس عادي اوه مالا انا عادت فترة كبيرة لانه كنا بنقعد على القهوة دياا بعد المسرح فمفيش وومساعد مخرج او ممثل صغير مفم dinosaurs فمفيش فلوس يعني ممكن قابض طول الشهر 150 جنيه طول الشهر ومئة وخمسين جنيه على التلاتين الليل اتعرض فاحنا ممكن نعرض سبع ايالي مثلا فانت متاخدش اساسا منه لما عشرين جنيه فخلاص وبانزل مثلا بنزل راكب بقى موسطته ورجع موسطته رايح بربع جنيه ايام بقى الربع جنيه والحاجات دي رايح بربع جنيه واخلص المسرح وارجع اقعد على القهوة لان معايا مثلا ربع جنيه او جنيه لربع واشرب كبات الشاي وما عديش كبات الشاي لان كانت ايه ارخص حاجة لغاية الصبح والصبح دي مش نزاهة اكتر منها ايه ان احنا علشان المواصلات تبتدي المواصلات العامة تبتدي ولو اتخنقت ممكن تخد بقصيص لغاية شبرة ماشي كفاح اه ومعايا يعني نازمائلي عادي يلا بينا نتناشي وكتا ايام حلوة ونوع بقى يقبل خمس ساعات ماشي يلا ومتعة يا هدي متعة يعني زكريات حلوة لازم نحفورها جوانا ولازم نستقي من الايام دي قوة ان احنا نقدم قدام ولازم يبقى عندنا حنية للاخرين يعني اللي معهوش فلوس او بتاعي يبقى فيه تعاطف صح كلمش